أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الذي أكد دورها المحورية في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني وجددت وزارة الخارجية في بيان لها تأكيد موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الوكالة وجهودها وحرصها على دعم عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة وغيرها من أماكن اللجوء الفلسطيني وأضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم لجهود الوكالة واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وأشرت الوزارة إلى أن دولة الإمارات أكدت على الدوام التزامها بالعمل الحثيث مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة ترجمة نانسي قنقر